قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تودروس ثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن المصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطنية وقادرة على مواجهة كافة تحديات مشيرا أن رجال القوات المسلحة على العهد دائما يضعون وحدة مصر وأمنها القومية نصبع عينهم مقدمين أرواحهم فداء للوطن وأعرب القائد العام عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تودروس الثاني داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار